مساء الجمال الحلقة الثلاثر من المسلسل الجميل الممتع البرينس زي ما اتفقنا الحلقة الثلاثر دي بتأكد كلامنا من الحلقة الحضاشر وابتدى رضوان البرينس محمد رمضان يظهر بقى أداء محمد رمضان الرائع السهل الممتنع المظلوم المقصور الحزين على مرات وابنه وحزين أكتر ان الطعنة جات من إخواته من دم واحد فأداء محمد رمضان في الحلقة الثلاثر كان هو الطاغي قوي على المسلسل وقعده عند الاسم وبيجي إخواته الشهود يشهدوا ان هو فعلا رح يتهجم على فدوة وتحت تهديد السلح خدمينها سبعين ألف جنيه كل إخواته بقى محمد سام المخرج يجيب الكادر على أول واحد محمد زاهر اللي هو فاتحي وهو بيتكلم ان فقيا سرق كتير قبل كده وانها بكتير قبل كده عشان بيشرب ويروح ماشي مع رقصات ومش عارف ايه فردوان نظرات ما بيتكلمش محمد رمضان كل أخه بيقعد يشهد عليه بالزور بيبصله محروق منه ومصدوم وتسرع مع نفسه إيه ده إخواته بيعملوا فيها كده يعني نظرة عيون محمد رمضان اللي هو ردوان اللي كل أخ يقعد بأخته عبير بجزهة بإخواته المهندسة وعادل اللي هم يعني حس ان هم دول هايبو سندوا وطلعوا كمان مع العصابة خايفين منهم وشاهدوا ضدوا زور طبعا هم بالنسبة لهم شاهدت الزور ناس بتحارب ربنا ناس أتلت مش هتشهد زور يعني أقصى حاجة بيعملها البشر زند هو الأكل ففيش حاجة بعد الأكل فده بقى هو التمثيل الأداء الرائع الصوبر يعني أنا من رأيي إن محمد رمضان في المسلسل ده أنا متفرقتوش بصراحة على المسلسلات خالص بصراحة بس الأداء أنا شايف إن محمد رمضان وقلتها من كذا حلقة إن هو هيبقى هيمش بقى في السكة خليفة عدل إمام ونور الشريف ويحى الفخراني الأداء الأداء ممثل الأداء مش كلمة بقى نمبر ون ونمبر نتوب لا هو أداء محمد رمضان نهارده مقنع بيقنعك قد إيه مظلوم بيقنعك قد إيه مجروح وفي صراع نفسي جواه يعني حتى أخواته مش متدولوا فرصة يفكر في الدم إن هم أخواته يعني حالقة النهاردة عملين يدولوا صدمات ويسودوا قلبه أكتر ويخلوه يولع نار أكتر وعايز يكلهم بسنانه بدلين في آخر المشهد لما ناده فتحي اللي هو أحمد زاير وقال له بقول لك إيه ده لسه ده لسه بنلعب معك لسه البداية فرح رادوان البرنس محمد رمضان رح مديله بالروسية قال له دي بداية برضو مني على أساس أنه مش قاتر يمسك نفسه ماء يعني كل حاجة بقى صدمات اللي في الدنيا كلها إنسان ياخدها خبها رادوان البرنس في صدمة إخواته وموت مراته وابنه وكمان جايين يشهدوا على الظهور عشان نبتوس يعني مش كفين من هما موتوا عيلته لأ كمان هيرموه في السجن والقضياء لبسة لبسة كله شاهد ضده فأنا زي ما قلت لكم من الحلقة العشرة الأولينية كان أبطالها كيف يخططوا كيف يكرهوا كيف نشوف أداء التمثيل من أحمد زاهر واخواته كلها النهاردة من الحلقة الحداشر من حلقتين وانت طالع رد فعل روضان البرنس احنا كلنا بنشوف ورد فعله عامل ازاي رده فعلا إنسان مصدوم ومحروق والطعنة تجيله من إخواته النهاردة بس فيه مط شوية فيه مط كبير كمان في الحلقة يعني تعودنا من أول حلقة لغاية الحلقة الحداشر أو الاثناشر في أحداث سريعة في تطورات كتيرة في الأحداث لكن أنا شايف حلقة التلاتاشر النهاردة فيها مط كتير أو يعني حتى بعد مخواته كل واحد قاعد وقاعد يتكلم ويشك جايبين كل واحد محمد سامي أحمد زاهر ياسر عبير 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 عادل أخت المهندسة تكلمت كله تكلم عليه وجاي لازم يعني كما تقعب كده وتقول على مشهد فات تفضل تتكلم عليه شفت بقى إحنا شاهدنا ضده ده إحنا مش عارف إيه ورقفة قال وعبير وعبير وإحنا وأحمد زهري يضحك وفدوة يضحك وفدوة ضربة على ضهر وزهري حلوة دي قاوي الخمس ست دقاية دول مط ولا همش لازم في الآخر لسه كانوا بيحققوا لسه ما خدوش قرار محكمة في محمد ويعني هو تمسك الحلقة اللي فاتت والحلقة دي طول الحلقة لسه ما خدوش قرار هيتسجن هو ياخد كم سنة والقصة الحلقة دي كان فيها مط معلش لازم نقول لكن ده ما ينكر برضو إن الأداء راقي وأداء مميز حتى طريق الشناوي بالصدفة والله النهاردة الناقد الكبير طريق الشناوي قال أنا عجبني جدا في مسلسل البرنس الأداء بتاع النظرات العين الحاجات دي أنا قيلها من أربع حلقة والله قال النظرات العين والإحاءات بالنظرات والتاع تعجبها يعني قالها النهاردة أنا قيلها من حوالي خمسة سيام عجبني في المسلسل ده حتة نظرة العين المجرم مش لازم يتكلم بصوت علي قيلها أنا مجرم ممكن بنظرة عين فيها خبز فيها دهاء كده كل سلام طيبين اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعمل لايك للفيديو نبقى متوجدين مع بعض على طول نساء الجمال الحلقة الاربعتاشر مسلسل البرنس يعني أنا اتكلمنا على الحلقة التلاتاشر وقلنا فيها مط كثير ليه بقول فيها مط لان الحلقات الاولى كلها لغاية ما ردوان عرف وابتدى يتكلم ويكلم في التليفونات وعايزهم وعايز يشرب من دموهم وياخد حق يعني كل دي كانت احداث سريعة اه الاحاداث مطلحقة تحس ان انت بتتفرج في اشتياء للفرجة لكن من مبارح الحلقة التلاتاشر انا اتفرجت حسيت ان في مط شوية حلقة كبيرة لكن فيها احداث بسيطة جدا واحداث مسريعة النمط ضعف ممكن يكون عايز يعمل تلاتين حلقة طب انت لم يعني ما تكسر الحاجز ده عامل عشرين حلقة بس العشرين حلقة كلهم الحلقات زي الحلقات الاولى كده رتم سريع اليوم الحلقة 14 اتكلم على المشاهد شيماء الدكتورة السيدلية مراد فتحي عيني حزينة شيماء في مينها كثير في مصر هي عينة الزوجة اهلها يكون على قدهم اهلها ضعاف شوية وهي تجوزت خلاص ما تقدرش تتطلق او تقعد في بيت اهلها الدنيا مش هتبقى قيزة يعني بترضى بالزل وبترضى بالهوان وبترضى كل واحد ببقى لزروفه فعملت ضرق قوي قوي شيماء وطلع بنتو اصول لما جات فدوة في الحلقة النهاردة ال 14 قلت لها ده فطبعا شيماء انهارت ورحت تشكي لام فتحي ومرض ابو فتحي كلمتهم قالت له شاهدته فتح النادل بقى أنا صبر عليه طبعا زعله ولكن في الاخر عايز يدور على ابنه طبعا مفاهمت الدنيا ان العب من مراته لكنها تلعت بنتو اصول قوي في عزي عيني الضمار اللي هي فيه رفضت تقول لامه كان ممكن تنفجر فيها تقول لها لا ده هو اللي ما بيخلبش لكن هي من تقصول زيادة عن اللجوم ومثلت الموقف ببراع ببراع بجد شايماء عامل قويس جدا حسيت ان فيه مشاد التعليق على الاحداث اللي فات ببراع مسلسل شغال فيه حياة شغالة قدامك لكن بيعلقوا على الاحداث اللي فاتت يعني مثل مشهد بتاع ردوان اللي هو محمد رمضان هو بيشتك العلا لما جدت ظروف السجن قال لها شفت اخواتي اخواتي شاهد ودد وحتى عادل ونور اللي انا قلت عليهم بقوا معايا شاهد ودد ما خدناش منه حاجة فيه مط وخلاص رقفة وعبير هم بيتعشوا بيكلوا عملت قوله ده فتح جدع وقدي كلمته وقال لها لا فتح مش قدي كلمته وفتح ده لو ما ادناش فلوس انها قالت ده فتح عمل وسوا قال لها انا السوقت العربية برضو تعليق على الاحداث اللي فاتت بيتكلموا ماهي سابت جدا واخلي اللي حب عيالي انا حبه فعلا قالت لمامتها بقى ان انا بحبه يا ماما مش عال بس علا اللي هي ممثلة انا شفتها في كذا فيلم يعني لكن حسيت بها كممثلة في مسلسل البرنسي انا حسيت علا اللي هي دور حبيبة ردوان انا حاس انها ممثلة بجد في مسلسل البرنسي غير كده بصراحة كنت بحس ان واحدة جايبينها حلوة قدام القمرة هي اللي تلعت مع محمد سعد في فيلم جراحة تركيا وقعد يرقص ويغني وهي كانت بنت حسن حسني لا انا ما اعتبرهش مبتانيت واحدة حلوة بيطلعها في مشاهد لكن علا في مسلسل البرنسي اللي هي نور دي ممثلة رائعة مش هتطول كتير ان فعلا الحلقة دي فيها مط شديد وقفت بس على في دلوقتي بالفكرة ومين اللي ظهر ردوان في الاسم بس وفيها مشهد مفتعل اللي هو فدوة راحت لشايماء مرض فتحي وقلت له انا ضرتك مش عارف ايه الهدف للمشهد بعد كده شايماء زعلت وراحت تشتكيه اللي ام فتحي وبالتالي فدوة عرفت ان هو مش مخلف وكذاب فشكت اكتر ان ممكن يكون العب فيه هو موضوع الخلفة وراحت بالدكتور يعني القصة بعيد عن قصتنا خالص لهي اخوات ردوان والورث وانتقام ردوان يعني القصة دلوقتي بتدور على اخوات ردوان ازاي هم عاملوه من انتهى القصوى ومن انتهى القفر وهو ازاي هينتئم منه لكن انا شايف موضوع فدوة والخلفة وكذا مش عارف يعني حاس ان هم بياخدونا في قصة زي مشاهد اللي بتطلع العلق وهي في الفندق اللي هي شغالة فيه ان في واحدة شغالة معها بتحكد عليها وهو واحدة شخصية زبالة وبتكراها ومش عارف ايه بس انا شايف برضو ان دي خارج الاحداث تماما عموما المط ممكن يبقى مقبول بس مش حلقتين وربعة يعني شايف الحلقة التلاتاشر حلقة بتاعت النهاردة الاربعتاشر المط زايد شوية شكرا شكرا اعملوا لايك الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ان شاء الله انتظرونا بقى الدور الألماني الاسبوعي التاني بعد الرجوع هيبدأ ان شاء الله يوم الجمعة تقريبا في مطش البهر ميونيخ ان شاء الله نحل المباراة وانا عملت فيديو من ساعتين كده عن احتياجات النادي الاهلي في الملعب واحتياجات النادي الزمالك ايه العناصر اللي تفيد النادي الزمالك والنادي الاهلي المفروض يشتروهم من المسم الجديد تابعوا الفيديوهات وتابعوا ان شاء الله شكرا